السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا ملخص الفصل الثاني في التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي لهذه السنة إذن عندنا تسع دروس نبدأ بأول درس وهو التنوع الثقافي في وطني التنوع الثقافي في وطني إذن عندنا هذا الخلاص نحفظها التنوع الثقافي هو والاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثتها الأجيال عن الأجداد وهو عامل قوة للمجتمع وتطوره ونهضته من مظاهر التنوع الثقافي عندنا الألبس التقليدية الحلي الغناء الأكلات التقليدية إلى آخره ثم في الدرس الثاني العادات والتقاليد العادات والتقاليد الوطنية هي مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعنا ترثها الأجيال عن الأجداد معنى حاجة نتعلمها من أجدادنا هذه نسموها العادات والتقاليد مثل التويزة الوزيعة جني الزيتون الحصات إلى آخره ثم في الدرس الثالث لا أميز بين الظكور والإناث المساواة بين الظكور والإناث هي التمتع بنفس الفرص والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهما معنى أنه تساوي في كل شيء ما بين الظكور والإناث في الحقوق والواجبات وكل شيء في الدرس الرابع أتعايش مع الآخر وأتقبله أحترم الآخرين مهما كانوا مختلفين عني أتعايش معهم في سلام ومحبة وأخوة وتكامل ثم في الدرس الخامس الحياة في القسم قسمي هو بيتي الثاني ومعلمتي مثل أمي وزملائي إخوتي أتعلم فيه وأخذ فيه أجمل الأوقات أساهم في تزيينه ونظافته ونجتهد للحصول على نتائج جيدة ثم في درس السادس آداب الكلام يجب أن ألتزم بآداب الكلام وأختار أحسن الألفاظ أثناء مخاطبة الناس وأرد بأدب ولا باقة من آداب الكلام مثل لا أرفع صوتي أفكر قبل الكلام لا أهمس في أذن أحد في جماعة أطلب الإذن في الكلام لا أقاطع المتكلم بل أنتظر حتى يكمل حديثه وأختار أحسن الألفاظ هذه أغلب الأداب في الكلام ثم في الدرس السابع أتفاوض مع زملائي ما هو التفاوض؟ التفاوض هو سلوك حضاري للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع مثل أن نتفاوض على إنجاز عمل مشترك بيننا معناه نتناقش ونعطي لكل منا دور معين حتى يرضى الجميع إذن هذا نسموه التفاوض ثم يبقى أننا درسين فقط الدرس الثامن هو انتخاب مندوب القسم هذه ندروا انتخاب وسط القسم ندروا قصاصات ورقية وكل منا يختار المندوب المعين في القسم إذن يختار التلاميذ ممثلا لقسمهم عن طريق الانتخاب ويتحملون نتيجة اختيارهم باحترام رأي الأغلبية ثم في الدرس الأخير مسؤوليتي في القسم أتحمل المسؤولية في القسم عن كل أعمالي أحافظ على النظام والانضباط وأتجنب الأعمال التي تؤخرني في دراستي إذن هذو هما مجمل الدروس أو كل الدروس التي ستكون في الفصل الثاني إن شاء الله نبدوها درس بدرس وندروا تمارين على كل درس حتى في نهاية الفصل يكون عندنا حوصلة كاملة للفصل دون الرجوع إلى الحفظ إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعنا لنا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته